السلام عليكم و رحمة الله اليوم رح نتكلم عن الفرق ما بين الفاول و بين الكنسنننس باللغة الإنجليزية بالعلم الأصوات الطيب الكنسنننس هي الأصوات الصحيح they are sounds in which air from the links is seriously obstructed in the mouth يعني الآن الآن عندي أصوات طبعاً الكنسنننس باللغة الإنجليزية يكون عددهن باللغة الإنجليزية 24 صوت هي أصوات الهواء يكون فيها من الرأتين يخرج من الرأتين يطلع للخارج بدون عفاً يخرج الهواء من الرأتين إلى الخارج مع وجود إعاقة للهواء يعني الهواء راح يتوقع مثلاً خلينا قول صوت الت أو الب أو الذ أو الل لا إذن أكو إعاقة للهواء الهواء راح يتوقف أو راح يتغير مسار الصوت يعني أكو إعاقة للهواء أكو إعاقة للهواء طبعاً هذا هو كونسنت بالإضافة إلى أنه عدد الكنسنت يكون 24 باللغة الإنجليزية طيب اللغة الإنجليزية طبعاً أنا ملاحظة أنه اللغة الإنجليزية في اللغة الإنجليزية لا يتوقف هذا التالي بكلش كافي الفاول هي الأصوات التي يخرج الهواء فيها يعني بدون ما يسبب أي إعاقة لم أجرى الهواء يعني أنا عندي هذا الهواء هذا الهواء ما يكون عندي إعاقة يعني من أقول صوت الأي كل هذه أصوات العلة ما موجود عندي أي صوت بأصوات العلة يكون فيها إعاقة الهواء يخرج بكل أريحي بالإضافة إلى أن أصوات الفاول يكون عددهم 20 باللغة الإنجليزية طبعاً ملاحظة جداً مهمة لازم نعرفها هذا هو الفرق ما بين الفاول والكونسنت أتمنى تشتركون بالقناة وتبلغون زملائكم عن هذه الفيديوهات شكراً جزيلاً ونشوفكم بخير